اشتركوا في القناة 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 مطلعا مش انه بس فريق كان متل نادي صغير ما كنا نعمل نشاطات كنا نعمل هيك كنا نعمل مسرحيات اشتركوا في القناة 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 من تحت بيت جدّك من تحت بيت جدّة من هون نروح عص طايحة اللي كانت هون اللي صار في محلّة بيت نروح بعدين على كمان بيت جدّة بيت جدّة التاني يلا يلا بديع انت ابن ضيعة جبل يعني بعيدة نسبيّاً عن بيروت بديع الولد أو المراهج كيف كان هك تنظر لبيروت للعاصمة كانت غريبة لأنه كانت بيروت بعيدة عنها يعني بس كانت فيه ناس كتير عيشين ببيروت يطلعوا بالصيفية كنا نشوفهم طالعين بالصيفية لبسهم غير مزحاتهم غير غير سقافة ظهراتهم اللي بيعرفوا غير يعني حتى الموسيقى اللي بيسمعوها جديدة بقى كانت من شان هك بس يجوا بالصيفية نحس إنه نحن ديمو دير شوي بالحكي باللبس بطريقة التصرق بس ما كان مشكلة الموضوع كان حلو بس ما كان مشكلة أنا كنت حس عطول بدي عيش المدينة وبس عشت المدينة صرت بدي عيش المدينة البعيدة بس عشت المدينة البعيدة صرت دايش المدينة أمعد يعني في سفر مستمر بحث مستمر في بحث مستمر وبشع الشي لأنه ما بيحسسك باستقرار حتى استقرار نفسي ما بيحسسك فيه بتنزعج بتصير إنه بدي خلاص استقرلي أنا بدي ارتاح بس أنت ما فيك تستقر وبعدني لهلأ هك وبعتقد راح أكمل كل حياتي هاي بدي ضلني فتش وشوف وأعرف بس قد ما نحكيك كأمكن ايه هيدا المكان بيضله هيدا المكان هيدا هيدا نحيز الأكبر بألول لأنه راسخ وسابت لأنه كل شي موجود فيك هلأ تأسس ما يلا نترجم يلا موسيقى يعني اليوم عم نفتحك بواب كتير بدك تذكر أي المفتاح ألا هاي يلا نحظة لنشوف أتلا نشوف بعتقد أقدم واحد لنصله مش مستعمل ما بعرف قداش جرب يلا نحظة نحظة يلا 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 إلى التاريخ هيدا بيجتد يخط غير جد غير جد غير جد يلا البالكون الشهير نعم بدي على الليل البالكون تحديداً يعني ما فتنا داخل البيت جينا على البالكون دي غري لأنه هو البالكون هو هو الأساس كل شيء هيدا شو الموقع هون الموقع اللي كنت وقف عليه أنا وصغير كنت أنجأ طول من هون يعني عن الدربزين كان أقعد ساعتين ثلاثة أربعة خمسة بس شو اللي هيك يشد اهتمامك أكثر شيء؟ اللي يشد اهتمامه إنه حس حالي كتير قريبة من الناس اللي عم بيروحوا يجوه وشي تاني أنا كنت أحب السيارات كتير مغروم بالسيارات يعني كنت كل سيارة بدأ تقطع بدأ أعرف شو نوعها وصير عدن مثلا مرقوا خمسة ميرسدس ثلاثة بقام، اثنين تويوتا عدن هيك وهيك شغفك بالسيارات كمان بلش من هون تأسس هون ع المراقبة كل شيء تأسس ع البالكون جدي كان يقعد هون يحط كرسة ويقعد يشرب قهوة هون ويدخن ويحكي مع الرايح والجاية جدا كتير حاضر هيك بحياتك قام نحكي جدا باي أمك بالضبط جدا نديم باي أمي هو راح بكير كنت أنا عمري الشي 16-17 ما الحقته ما الحقته ما الحقته أنا شاب كان عبيلي إلحقه أنا شاب ليه؟ كان مبسوط فيي كتير وكنت أنا أول ولد بالعائلة ما بعرف كان يشوف فيي أنه أنا لازم أعمل شيء بحياتي كان شايف فيك مشروع مشروع شيء بس ما لمسوا ما شايفه وهيدا اللي زعل تقهرني تقهرني راح بدون ما يشوف بديع يمكن الممثل الناجح كان كتير مبسط كان كتير مبسط وهو كان قريب كتير مني يعني كان نطرني لأكبر يصير شاب لي يصير رافقه بديع طفولتك مليانة فن موسيقى رسم تمثيل إذا هلأ وهيك بدك ترجع لحيديك الفترة وتختار أغنية كانت تعني لك تنسمعها منية مرسال خليفة ياه 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 يا شوارع موسيقى 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 الرجال اللي اترك كل شي لا يحميك الرجال اللي طلق مرته واجه على لبنان كرمالك لأنه بيموت فيك أنا كان بدي بس كون حديك كيف؟ بيشو؟ بقلبي بقلبي اس شخدك الانت Nietzsche موسيقى نعم مفي شي واحدة عم طاق حنك ش بدك يام شو بدك فيه شو بدك فيه قلتلك مهنة الزابط صعبة موسيقى موسيقى يعني نقلتنا ع غير عالم بديح ايه على عالم غير كل العالم يعني على عين الصيفية عين الصيفية لك عادي المنطقة هون اللي إذا بدك تتعرف على حالك تجي لهون تمام بدي أطلب منك توقف بهالفيات هون 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 وغمد عيونك بديع بس عطيني شيل هاللعوين بنتا ما تزعبر وغمد عيونك خلص سلمنا حالك تفضل شو بدك شو بدي قول نحنا ذكرياتنا كتير مرتبطة بالحواس الخمسة برح أطلب منك عند كل حاسة لوين بتروح على صورة أو ذكرة إذا قلنا السمع صوت صوت الصمت لما يكون في ضجة كتير 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 كبيرة بتصير تسمع الصمت الشم ريحة ريحة الأرض ريحة الحجار النظر أنا ما بشوف الأشياء متل ما هي شوف الأشياء متل ما أنا بدي إياها الألوان متل ما أنا بدي إياها اللمس ملمس هون كل شي مش ناعم بس بالحقيقة هو الناعم تضوق طعمة اللي ما بيتتاكل هون بيتتاكل هون عين الصيفية غير هاللاحظات اللي أنت كنت تعيشها وحدك أو مع خالك هون أكتر شي كان تخيم الكشافة صحيح التخيم والهايكين وأكل المعلبات وهالقصص هاي دي اللي كنا من يعني ما في شي نعملها يعني بس رغيف خبز وعلب التون مثلا خلينا هيكي نكفل جزدورة بها المطرح يلا أنت الجيد أنت المرشد هون بهيدا المطرح هي الطريق الرومانية اللي بتوصل على مرج بسري على القلعة التاريخية بمرج بسري اللي بتشبه قلعة بعلبك وبتكمل منها عصايدك هاي كاني الطريق الرومان موسيقى يعني أنا إذا بيجي لهم أبعد بفل بقعد بعمل التأمل الفكرة إنك بتلاقي حالة صح بتصير متل الواحد اللي بيتعرّى من كل شي يعني بتشيل كل شي عنك الأرض هي إن جنرال أي مكان ممكن الواحد فيه يفكر لجوة مش لبرة كله عم نفكر بالشي اللي برة وكيف نحل حلة وكيف ندفع فوتير وكيف نعمل وكيف ندبر شغله وكيف ندرس وكيف نعمل وكيف نسا يعني ما تركتلك مجالة إلك إنت فكر هلأ بينهاراتك اليومية قداش معك وقت تفكر بحالك ما معك وقت النمط الإقاع السريع بس كمان لما تفكر بحالك كتير بتصير عبق بتصير عبق عليك الناس إجمالة بتجي على الطبيعة فكتير ناس بيجي بتتصيد كنت تتصيد؟ كنت لحد عمر السبتعاش تمنتعاش وقفت نعم شو صار مرة بعديك العمر كنا بصيد بتصيد عصفير وأنا تصيدت عصفور بتعرف بعض مرات بتقوس عصفور بتصيبوا شوية ما بيموت بضلوا عب ببرعك بقى بتكمشوا صار يقولولي شو لازم أعمل يعني اللي أعلقوا بالمشكاكل بقى عملت متل ما بيعمل بتمسكوا هيك وبتمقفوا عراسوا ليموت عملتها وهي كنت آخر مرة بحمل برودي تصيد وبتصيد بحياتي وبعدني له هلأ هيدا المنظر بزرزعلي بداني بعده مع أنه جدة هداني جفت قديم مهم كتير مش مستعملوا ولا مرة وما بدي موسيقى افتح مش يا سمسم يا صندوق طفولة بدي يا يلا هرجينا تعرف شو هاي أنديل أو ضوط هيدا أنديل كنا نستعمله لما نطلع لهون نخيمه تفتحه وبتحط فيه أنديل الكاز هون بتعبيه بترجع بتسكر وهيدا كان رفقنا عطول لأنه ما بيطفي بالهوا وممشي فيه حملين وهيك وبيضب من هون هيدا بذكرني بالمخيمات كتير لما كدنا نجي نخيم حلو تمام هيت لنشوف هاي المخيمات اللي كانت تتصير هون حكينا عنا هيت لنشوف الصندوق لوين بدو يخدنا المخيمات مرقنا بتعرف أنا مغروم بشو بتعرف شو أنا بقول للبنت اللي بحبها ما تغاري من مرة أبدا غاري من سيارة غاري من سيارة هاي السيارة بلشت على البالكون السيارات وكفت معك وهي كانت عندي سيارة كنت وأنا وصغير ورجعت بس صرت كبير سقت واحدة مثل هي زيتا ونفس اللون بعرفها على فكرة شايفك فيها شايفني فيها هايك هالشغف أول هالهوس بالسيارات ليه؟ أنا كنت بدي أعمل ميكانيك سيارات قبل بس كنت بدي أعمل ميكانيك سيارات ما كان فيه بلبنان وما كان فيه مصاري وكان السفر شغلي صعبة وأهلنا ما فيهم يدفعوا علينا لانسافة بس كنت كتير عبالي أعمل شيء لو دخل بالسيارات بقى بالآخر لما تلاقي إنه القدر هايك كوقف بوجك بتحولها لهواية بس طلعت الهواية أجمل يمكن بعدها لحد قالها بتحس عندك شغلت جميع تشتريت بشكل فضيع مثل أولاد الزغار يلا هاتلا نشوف هاي الصورة من مسرحية عملناها بالنادي بالضايعة نادي عماطور نادي عماطور نادي الاجتماع الرياضي بعماطور كان اسمها مسرحية البشير جنبلاط هايدي اللي مثلت فيها أنا وقتا بلشت أعرف إنه أنا هدا هون ها بلشت أعرف أنا إنه أنا منيح المسرح مشروع ممثل مشروع ممثل منيح المسرح كنت مع الدبكة مع الدبكة هاي تحب الدبكة طبعا هو جزء من تراث المنطقة بدمنا بدمنا مية بالمية بس هون صصمة أكتر خاتل نشوف اوه هون بلشنا بشكل الأساسية مثل الكنز هون عم نشوف هلأ عرفت خليف الوراق القديمة الصفرة هايدي هاودي مهمين كتير بالنسبة لي لي هاودي مكتوبين بعشرين كانون أول ألف وتسعمية وسبعة وثمانين سبعة وثمانين يعني أنا خلقين بالتنين وسبعين يعني للثمانين ثمانية وسبعة سنين كان عمري خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة هات لنشوف ابني الخمسة عشر سنة شو كان يكتب هذا الضياع الذي غمرني وحل علي أصبح ممتعا ومريحا بالنسبة لي أحسست أني في تقدم ولكن يجب أن أجد من يرشدني إلى الصواب في هذه الأشياء وأخشى أن يكون هذا المن هو الحب والارتباط الذي يلغي الضياع أدور أدور وأينما أذهب وكيفما بعت وتهربت هذا السهم الحارق يلاحقني وأخشى وأتمنى أن يصيبنا بطعمة لذيذة تحدد حياتي لأنني أصبحت في سن يجب على الإنسان أن يفكر فيه بالمستقبل أتعلمين أن أي إنسان بحاجة إلى لترات من المياه كل يوم ولكن قطرة ندى على وردة حمراء في يوم ربيعي مشرق يرويني إلى أمد بعيد فلا تبخلي علي بذلك يعني المرة دايما حاضرة من بدايات بفكرك بكتاباتك بإيه مش حاضرة المرة هي كل شيء هلأ بتقول هيك رضية يعني دي وقتها كنت يمكن تحلم أو بتفكر أكيد ما كان عندك نفس الوعي أي ما كان عندي أجوة بوضعها مشان هيك عطول تلاحظ الأشياء اللي كنت كتبهم كلها من زمان كلها فيها تساؤل كلها فيها غموض هون السؤال يعني هل هيك الشخصية الفكرية اللي بتجرب تسأل أسئلة وجودية من وين أخطتها؟ وين بلشيت؟ بلشيت لما الإنسان ما بيقتنع ما بيقبل ومش عارف لاش بصير يفتش بعدين بيليه أجمب بعضاً 20-30 سنة يمكن بس قبل ما بيقتنع ما بيقبل قوم تجذرنا بالسيارة بدك تحمل القنديل أو السيارة لا السيارة سيارة بدك تحمل القنديل الصغارة ايه؟ مش ما نحن قبل الضوء يلا يلا انت وصغير؟ طبعاً طبعاً والصبية اللي قدمت له هدية لك ما تذكرني بها الصدمة كتاب شعر بها الصدمة بك كنا بالمدرسة وعزمتني على عيد ميلادة بنت بعرفها بقامت قدمت له هدية كتاب انه أنا محمس كنت اهدية الكتاب هيدا كتير لشاعر تركي اسمه نازم حكمة نفسه تهدي لكذا شخص؟ ايه لأنه بحبه كتير بقى هداية اياه وانت شايف انه هيدا هدية حلوة ترفضيش ضحكوا علي ترفض انه شو؟ جيين هني جيبين شي جادجيت وهو دي الدباب الملونة هل ما بعرف شو هيدا جيب ساعة وادا جيب عسن سال واسور وانت رايح بغارة كتاب انا رايح اذي كتاب طريقة النظرة اللي تطلع انه هاك يعني انه فت اه كتاب حتى مننا للصبيب هلو اه حسيت حالي انه انا مش عم بلعب عارضة مش بمحلة يعني ما بيشمهوك ما مقدرت يعني عشان هاك يعني وصار في احراج بس كتير ضيقني الموضوع جدا بديع هالصخرة هيك بتوحي انه لازم تقعد مهم بدك قعد عليا يعني هاي يلا هم تقعد عليا وهي قعدنا وانا شو نطرني بعد هيتلا نشوف شو ناترك هيدا اللي ناترك يلا راه اكتب رسالة اكتب رسالة الى صديق المهاجر اقنعه بالعودة الى الوطن هيدا موضوع انشى بيعتمدوه بالمدرسة الى كل التلميذ بيطلبوهم انه يكتبوا هيدا الموضوع طب هلا شو بتحسك طب فعلا وجه له لصديقك المهاجر انت كنت مهاجر اوكي يا صديقي هل هناك حقا وطن؟ لم اعد مقتنع بالحجر والجبل والشجر والبحر والمياه الوطن هو نحن هو الانسان فان فكرت يوما ما ان تعود من هجرتك ارجع كي تغير وان لا فلا تعود ابدا كان مثلا ارجع كارتك الناهل قال ايه باركينج مش انا بس انتي جدت جاي عمت شفتي عاخر نفس كبايتلي الانفتيح وفليت مشيت هيدا كبير شواي على اياسك انا لما ادقل لك بطنقبر بترد بسرعة أكيد أكيد رح تطلو كل العمر سوا بس بالحبس الأول مرة أول مرة ما نفهم لي عم سير أنتوا السبب بكل شي صار لي أنتوا أنتوا أمير سعطان الروق تركني الضبطي لوراق بنظهر من المستشفى أنت لأ عائلة برة عامل لك لأ عائلة برة تركني عامل لك المحطة الأخيرة بين مكتبة الوالد صحيح واللوحات اللي أنت رسمها لوحاتي ولوحات عامتي ولوحات بنت عامتي هيدا المكان الفكري هيدا أجمل مكان هون عم ننهي فيه طبعا يلا خلينا نشوف ها شو راح بسحب وحدة يعني يلا مشيه نصيب اي مش راح مشيه يعني موسيقى رسم أم غناء اختار موسيقى 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 المرحوم موسيقى 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 واشتغلتوا مع بعض في كندا أرجعتوا صحيح دائرة التباشير القوقازية الاسم غريب للمشاهد اللي مش معود على المسرحية لبيرتول برخت هاي أول كتاب قريتوا بحياتي من الوالد؟ بي أراني هيدا الكتاب أول شي ما بعرف ليش بس ما عرفت إنه استفدت منه إلا بعدين بعد عشر سنين وخمسة عشر سنة شطرنج نيل ابني نيل علمتوا شطرنج كان عمره ست سنين هلق عمره عشرة ونص تقريبا ما عم بقدر إغلبوا ولداء وهيدا تراث عائلة موجود عنا بالعائلة كل بيلعب شطرنج عنا كل يسار هلا فيك تخدها مثل ما بدك أنا قاعد عن يسارك لا اليسار هي يعني مش المفهوم اللي بيعرفون ماسك مش هناك أنا حطيت هالكلمة اليسار هي ثقافة شعب يعني إذا بدك هي لبرالية هي تفكير لبرالي ما دخلوا بيسار ويمين لأنه في ناس يمينيين يسريين أكتر من اليسار وخاصة هلأ بعد في مفهوم اليسار واليمين برأيك لا أنا برأيي عم بيجربوا يرجعوا حالهم لمفهوم اليسار واليمين ليجربوا يكبروا الشرخ أكتر بين الناس استفافات طي يعملوا استفافات بس أنا برأيي تحول اليسار عندي إلى لبرالية بتفكير لبرالي اجتياح الإسرائيلي وين بياخدك بياخدني على أنه فيه بالزمن وين بياخدك بياخدني على فترة الزربي الزربي اللي اللي نقطع فيها كل حلم كل أمل نقطع فيها كل فرح بتشوفها يعني من منظر إنساني أكتر هيد الفترة أنا تحول عندي فكر العدو إلى العداء للإنسانية وليس عداء لقضية معينة أو لشي معينة لا صار جلوبال صار جلوبال أكتر يعني أي كيان هو عدو للإنسان متل كيان الإسرائيلي هو عدو إليك حرف القاف حكينا اليوم شو بدك قل لك يعني شو بدك أحكي لا وكد فيه تقل لك حرف القاف نحنا متخلاش عنه أبدا وبيظلوا عنا في ذكرتنا وبيظلوا عنا في حياتنا وفي شغلنا وهيدي البصمة بصمة الصوتية هيدا الحلو هيا كتير حلو اللهجات إنه الإنسان يقدر يخليها موجودة فيه والحلو إنه هيدا من قبل الضو بعدها لبعد الضو من قبل الشهرة لبعد الشهرة ما بتتغير لأنه إذا بيتغير بيحس حالي لوحد بالزلط بديع لو بدك هلأ إنت تكتب كلمة وحدة وتحطها هون كلمة وحدة بتقل لك شيء وتعبر لك عن شيء بتاخدك لمطرح كلمة حب أختصر فيها كل شيء كل شيء ننتقل على المحوى الأخير يلا يلا بديع الصبي اللي كان آدمة عائلة وبنفس الوقت قيادة فيما بعد الشاب المتمرد والجريء شو أخدت من صفات الوالد ومن صفات الوالدة أخدت من صفات الوالد الهدوء والتفكير بأنه كل شيء إنه تفسير علمي ما تاخد تفسيرات بدون ما تعمل أنت بحثك الخاص وأخدت من الوالدة المثابرة ما تنطر بدك تعمل شغلة دغري عملها واشتغل فيها وحضرها وما تتعب استمتع فيها مثابرة ما ترتخي ما هيك تريح أبدا بدك ضلك عطول 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 في عصب بتربيتك لأولادك الثلاثة بشو بتشبه تربية أهلك إلك بشو أنت تختلف عنها اللي بيشبه تربية أهلي إنه كمان بجرب أعطيهم فكرة الهدوء والتفسيرات العلمية التفكير بشكل علمي والمثابرة مع أني أنا مش كتير مثابر بس بجرب إنقلهم ياها تختلف عن تجربة أهلي إنه أنا آخر همي ولادي إنه يكونوا ناجحين وواصلين من يكونوا مرتاحين ومبسوطين من طفولتك لشو بتفتقد لشو بتشتاء أكتر شي بشتاء بالطفولتي مثل ما بعتقد كل الناس بشتاءوا للإشي بالطفولة إنه تعمل الإشي بدون ما تفكر بدون ما تاخد بعين الاعتبار أي شي حولك تعمل اللي بدك ياه بكل حرية بدون أخذ بعين الاعتبار أي شي ربيان علي بثقافتك بتقوسك بيت بتعليمك بيت ربيتك جرّب تكون حر بشكل مطلق وأنا عم جرّب تكون هاك قدم فيه شو بتتمنى إنه كان ينمح من طفولتك شي واحد اللي بتمنى أقبعه من الطفولة إنه كنت بيتاخد علي طابعة لواحد إنه هو الصبي الآدمي ابن العيلة لازم تنتبه لتصرفاتك لأ لاش بدكم تحملوني هالعب خليني ما أنتبه وخليني أغلط وخليني أعمل إشي مش لذيذة مش مشكلة كله مرتبط بالحرية عندك طبعا الناس لازم يعرفو مفتاح كل شي هو الحرية حرية بفكره حرية بجسمه حرية بتصرفاته بديع الضو أو الشهرة شو أخده منك مش بالمعنى التقليدي للسؤال ولا الجواب لأنه أخده الخصوصية شو أخدت الشهرة من داخلك بعض المرات الشهرة بتنزع إشياء بتنزع طريق التفكير بدون ما تحس مشان هاك لما ينشهر الواحد لازم يناضل وينتبه كتير منيح إنه ما ياخده بعين الاعتبار كأنه مش موجودة إذا قدر يعمل هيك بيكون حقيقة بيكون حقيقة واللي ما بيعرف يعمل هيك بينتزع ولما ينتزع ما بقعد فيه صلح ما فيه رجع لورا بهذا الموضوع من الطفولة للشهرة والنجاح عن جد هيك السؤال تقدر تجاوبي عليه بصدق و بعفوية قدي أنت راضي عن كل هيدا المشوار اللي هلأ وشو اللي ما تحقق بعد وكنت أحلم فيه المشكلة عندي إنه الرضا شغلة نسبية يعني ما عم بقدر كون راضي عن إشياء عطول في عندي إحساس إنه كان ممكن عم بعمل شي مختلف مش شي أجمل يمكن شي أبشع شي غير أسوأ بس شي مختلف يعني جرب فكر بشكل تكون بتفكيرك غير متوقع مش الشي السائد اللي معودين على الناس يعني بعدك عم بتفتش ببحث داي هيا بس الفرق إنه البحث مش بالإشياء الخارجية البحث مش من جوه لبرة البحث من برة لجوه يعني كل شي بدك تعمله كل فكرة بدك تمثلها أو تسويها بدك تعمله أسقاط على داخلك ومن داخلك بتقدر تعرف أنت كيف بدك تجاوب أو كيف بدك ترتجل أي شغلة على المسرح أسهل شي ترتجل الشغلات المتعارف عليها وأصعب شي ترتجل الشغلات اللي غير متوقعة لإلك تصير تقول إيش كيف طلع معي هاك أنا منين جبتها هادي سألتك شو اللي أحلمت فيه بعد ما تحققل هلأ ما بعرف ميشيل شو اللي أحلمت فيه وبعد ما تحقق كل يوم بيكون عندي حلم شي وكل مود بيكون فيه خلال النهار بيعملي حلم بس أنا أنا مغروم بأحلام اليقظة بديه دريمي it's my hobby شو مرة بديه فكرت أنه تنسحب من حياتك كممثل ايه طبعا مش مرة مرات فكرت أنه شو اللي بيخليك تعملها أو ممكن تعملها لما بعمل إشي بقول كيف عملت هيك فنيا ما بتقول راضي ايه فنيا هيدا بيخليك تقول أنا لازم أبعد بشك بحالي كتير طبعا طبعا بشك بحالي بقول لا 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 مش ظابطة هيك رعو عد بالبيت أحسن كيف بتشوف الزمن أو الوقت كيف بتعبر عنه وأنت هلأ بمنتصف الحياة بلشت حس بكل صدقه بكل صراحة أنه يمكن نموت بكرة وعم نعيش مرة واحدة لازم نعيش بهدوء بفرح وبشغف بدون ما ناخد بعين الاعتبار أي شي تاني تقييمك لمشوار اليوم شو أعطاك إحساس ذكرى حرك فيك شي هيدا المشوار الطويل اللي قطعناه أنا وياك من الصباح من قبل الضو فعليا لك ما بدي أحكي الأشياء التقليدية عن مشوار اليوم بس بدي أقول شغلة واحدة استمتعت حسيت حالي عم بلعب على أرضي مش على أرض مفروض علي اللعب فيها حسيت حالي بمحلي مملكتك مسرحك هيدا مكاني عم بلعب على أرضي بديع هالمكان أول شي بدي أشكرك أنك سمحت لي أنا والمشاهدين نفوت على هالخصوصية على هالمطارح على تاريخك على طفولتك ونروح بهيدا الجولة رح أنهي معك تطلع بكاميرتك توجهها وتقلها أنا بديع أبو شقرة بعد عشرين سنة رح أو بشوف حالي وكفي الجملة أنا بديع أبو شقرة بعد عشرين سنة ما بعرف وأنا بشوف حالي وعبالي أتفاجأ بشوف حالي بمكان ما كنت متوقعه أو ما كنت متوقع أنه قدر أعمله تعرف بشوف حالي وبشوف حالي وأعلمات بشوف حالي بشوف حالي كنت متوقع من الأعضاء ما كنت متوقع اشتركوا في القناة